اشتركوا في القناة اخذنا ايضا تعريف التوحيد عرفنا التوحيد لغته وشارعه وعرفنا نوع التوحيد التلاب وقلنا الاصل في هذا التعريف ان تضبط كما ذكرت من العلماء ولا تغير فيها شيء لا اخذنا كذا معنى المساجد وان المساجد قلنا المساجد اما هذا المساجد المبنية بنيت حتى اعبد فيها الله سبحانه وتعالى او المساجد اعضاء السجود فلا يمكن ان تسجد السجود بهذه الاعضاء لغير الله الثالث الارض تجعل للارض مسجدا فهو فلا تستطيع ان تسجد بمكان الا لله نعم فلا زرعوا مع الله احدا نعم احدا نكرا تعمل كل احد نبي او ولي او جني او صالح او ملك او شرك اكبر او شرك اصغر كذلك ما تشرك بالله شيء نعم نعم السعادة ولكن تقيه والسعيد السعادة لهذه الدنيا تكون بعبادة الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة موالك نعم فلا بد ان تعلم ان خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله فيستغلت بهذا في الدنيا والله سعيد في الدنيا وفي القبر وفي الاخر طيب غير هذا نعم واخذنا ان المنتجزة الثلاثة المنتجزة المدنية وعضاء الحدود والانضم جمعها بس زنطها طيب او غيره اخوانا نريد الكل شائك نعم اخوانا انت انت نعم نعم ايضا الله سبحانه وتعالى خالفك تاريه الكريم وعلم الله ولا تسكو بشيء يعني هنا شيء انا دفنك يعني تعام كل ما يعبد من دون الله واعبدوا معنا واعبدوا هنا اي وحد فكل عبادة القرآن معناها التوحد طيب غير هذا نعم اخذنا حكم تعلم هذه المسألة يعني وهو الوجود نعم وقال وقال هذا على الذكور فقط او على الذكور غينا على الذكور غينا اذا هذه المسألة تعلم بالكل نعم طيب درس الآن القسم الرابع على ما قسم والمؤلف والمؤلف رحمه الله تعالى هذا القسم ذكر ما تقدم معنا من حسن التعليم عند النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يأتي بالمسألة بالسؤال عنها بل كان ائمة كان الائمة في زمن الشيخ محمد بن عبدالعب رحمه الله يدرس العوام هذه الأصول الثلاثة فيأتي امام المسجد ويسأل يقول من ربك ما دينك ولم عرفت الله وهكذا فهذه طريقة نبوية تكون في تعليم الناس فهذا هو القسم الثالث الرابع على ما قسمنا وذكرنا أن مؤلم رحمه الله تعالى أجمل في أول كتاب هم الآن بدأ بالتفسير من يقرأ لنا بسم الله نعم بسم الله رحمه الله رحمه الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالعب رحمه الله فإذا قيل لك ما الوصول الثلاثة ما الوصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فإذا قيل لك طريقة نبوية السؤال والإجراء ما الوصول الثلاثة قلنا باختصار أسئلة القبر انتهى السؤال الأول بعد هذا الأصل الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى فإذا قيل لك فإذا قيل لك فإذا قيل لك من ربك فقد ربنا الله الذي رباني ورب جميع العالمين بن عبد هذا التوحيد توحيد الرغوبية لم ينكر الكفار الذين أبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفار في توحيد الألوغية ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعابد ما أعبد فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين إذن هو الرب لا رب غيره ولا إله سوى سبحانه وتعالى